يعني دي نقدر نقول إن هي البداية الحقيقية وشوش الناس آآ بقى آآ ما هي دي اللي فيت بيها على الدنيا كلها لما بابا قفل شركة الإنتاج إيه اللي حصل؟ قال لي شكراً وبتاع لأ طبعاً أنا بقى لأ أنا أعطي قائبت جداً بقى في القصة دي موهبة بتكبر معاك وشعر غريبة بتحصل لك من جواك يعني إيه ده أنا مجد فنان يعني أنا بقى أنا أنا بحب المزيكة قوي كده بيني وبين نفسي لو ما ضعفت الوراية وأنا من نوع لما بصمم على حاجة بعملها بإذن ربنا طبعاً طبعاً نعمة بالله بس باباك قال لك إيه؟ قال لك إسعى قال لي يا ابني إسعى دماغك حلوة آآ إيه يعني؟ هو أتكلم كلم ناس كتيرة والناس الكتيرة هو أتكلمها على كلمة تاني يوم يوزعوني قال له أستاذ فلان مش موجود ده مسافر يعني بابا دخلت داخلها؟ هم بيجوا يأكلوا هم في البيت إنتيش بقى ما أقول لك إيه بعتولي بكرة آآ فأنا جاءتكلم طب كنت بتروح تشتكي لبابا ولا لا؟ فأنا جاءتكلم بابا يقول لي عامل لا لا أنا أقل منه برضو يعني لا تروح تقول له بابا الراجل اللي انت كلمت هو بابا قال لي آآ مرجحن بفسحن؟ لا خلاص بقى خلاص بقى بقيت أنا أتعامل براحتي بقيت بقى أنت خلاص بلوقت؟ بس في شخصيات ما دارش أنساها زي حميد الشعري وحسام حسني حميد الشعري عمل ايه بقى؟ وحسام حسني آآ طبعا حسام حسني جميل حبيبي آآ ما تيجي نغني حتة أنا بحبك أنت وغيرك أنت نوبت لا مش حبيبي تعرفت جميل كل البنات بتحبك كل البنات حلوين حلوين طبعا لا حبيبي حسام ده جميل لا حسام صنع عشر حسام جامد قوي ومزكاتي حلو قوي حسام عملوا لك ايه هما الاتنين حميد الشعري وحسام حاولوا ساعدوني ايه بقى ساعدوك ازاي؟ انا عايزين نسمع قصة وكده حاولوا ساعدوني حميد ده انا كلمته من المناتل بالكلمة تريفون الشارع ده بسان الخير يا صوت حميد انا محمد عزوي والله ما فارك بس بداني معادة على طول اي تعالى كان عندك كم سنة؟ انا كان عندك كم سنة؟ سبعتاشر انا سعيب بدري جدا على فكرة